الكوليرا عنوان لواقع أليم تعيشه البلاد في ظل سلطة الميليشيا الوباء الذي أعلن عن انتهائه في اليمن منذ حقود عاد لحصد أرواح المواطنين مجددا سلاح فتاق لا يرحم ضحاياه بالمئات من الأطفال والنساء والعجزة تشير منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أن عدد الإصابات المؤكدة بلغت نحو 188 حالة إصابة بالكوليرا في 14 محافظة أغلبها في محافظات صنع ولاحج والظالع والمحويت وتعز وعدا وأبيا ازياد حالات المصابين بالوباء دفع العديد من مستشفيات الحكومية في صنعاء إلى منع استقبال حالات أخرى الأمر الذي قد يعرض حياة العديد من المواطنين للخطر تعاني مستشفيات صنعاء التي تقبع تحت سلطة الميليشيا من نقص في المستلزمات والأدوات الصحية نتيجة سيطرة الميليشيا على مواردها وتسخيرها للمجهود الحربي ما يضاعف من حجم المعاناة الوضع سيء جدا جدا للغاية الأطفال يتوافدون المصابين بالبكتيريا على البليراء السررة لم تكفي حتى الآن الكادر الفني أيضا ناقص لا يكفي لأن يقوم بتلك المهمة العاتق عليهم مصادر محلية في محافظة أبيان أكدت وفاة امرأة نتيجة المرض في وقت ارتفعت فيه عدد الحالات المشتبه إصابتها إلى 130 حالة تتلقى العلاج في مستشفى محنف بمديرية لودر تشهد البلاد منذ نحو سبوعين موجة ثانية لانتشار المرض بعد انحسار الموجة الأولى التي ضربت البلاد في الفترة من ستمبر 2016 وحتى مارس الماضي تخشى المنظمات الدولية من انتقال المرض إلى مرحلة الوباء الأمر الذي قد يهدد حياة الملايين من المواطنين خصوصا في ظل ترد الخدمات الصحية والبيئية التي تعيشها البلاد